تكوين تبع وتلاتين إلى تكوين خمتين كان بيحط قدامنا هذه الأمور اللي أقدر ألخطها ضي ما قلت في عشر كلمات أقول العشر كلمات ونرفع قلوبنا بالشكر لإلهنا المحب والشخط ربنا اللي لي كل المجد هو محبوب الأب ضي ما رب لي كل المجد هو الابن الوحيد الحبيب شوف في مرء الثتناشر لما يقول لهم هذا المثل إنه كان له ابن وحيد حبيب إليه قال إنه يرثله لهؤلاء الكرامين القميث الملون اتنين أمجاد المسيح المتنوعة أمجاده الإلهية وأمجاده الملكية وأمجاده الأدبية الأحلام والمواعيد بأن يكون له ما في الثماء وما على الأرض وعلشان كده بنشوف الحذم تاجده لكن بنشوف كمان أمر وشمت وإحداشر كوكب علشان يجمع في المسيح يجمع في ذاك ما في الثموات وما على الأرض يجمع في المسيح ما في الثموات وما على الأرض الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين ثابقا قبل تأثية العالم يقبل الإرثالية أربعة وكانت إرثالية مش زي يوثف من بيت أبوه لحد دوثان لكن كانت إرثالية من الثماء إلى الجلجثة مرورا ببيت لحمه من ناطرة وجد ثمانية بغضة الخاصة والإخوة بغضة بلا سبب لمن أحب بلا سبب تسليم لأيدي الأمم فعلوا به كل ما أرادوا ورغم تيقنهم من براءته إلا أنهم حكموا عليه لكن كانت الرفعة تبعة الرفعة من قبل الله اللي جعله رأتا فوق كل شيء لمن؟ للكنيطة وهنا تيجي تمانية الارتباط بعروط والإثمار اللي ينفيه كل الألام حبة الحنطة لو فضلت وحدها تفضل وحدها لكن لو ماتت إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت فهي تأتي بالثمر كثير وشفنا منتة وإفراهيم بل وشفنا الثمر الكثير اللي للمثيح لمجد الله لكن مش معنى كده إن المشروع القديم تم شطبه وتم اتبداله بالمشروع الأصلي ألا وهو الكنيطة لكن مشاريع الله كلها لابد إنها تتم تواق مشاريعه فوق أو مشاريعه على الأرض وهكذا راجع إخوة يوثف مروا بضيقة ما أصعبها لكن كشف لهم يوثف عن نفسه وعن أمجاده ورد لهم مكانهم ومكانتهم ورد اعتبرهم وقال لهم ومفروض مين اللي يقولوله إحنا أثبين لكن هم يقول لهم لا تتأثفوا ولا تغطادوا لذ تبقى حياة أرثلاني وكأن الله مرة تانية بيحط قدامنا هذه الأحكاية إنه من قلب الضيق ومن قلب الألم ومن قلب المعاناة يخرج المجد والبركة والتعذية وربما حياة تحد فينا تكون مشي على هذا المنوال أقول لك أطمئن جدا لأنه الله خبير خبير في أنه يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة